مرحبا حبايب رجعت لكم الفيديو لامهاتنا اللي بالبيت اللي يريدون يوفرون العوائلهم وحتى للبنات الحلوات الصغارة اللي مززوجين توهم اذا ضل عندك اكل ما لقبل يوم مثلا عندي اني هسا هنانا عندي دجاج صدور دجاج البارحة كنتم سوي صدور دجاج رح اراويكم ادير الكامل هنانا عندي صدور دجاج البارحة سويت وهاي زادت فحطيتها بالثلاجة هاليوم رح استخدمها اسوي منها اكل غير شكل يعني ادور الاكل اللي باقي عندي ما يعني ما حبه مثلا كل يوم نفس الاكلة هذا هنانا مسلوق وكامل رح اسوي غير شكل هاليوم هنانا قاني سويت حطيت بصل راسين بصل لين صغار كانت واذا عندك راس كبير حسب انت حسب الكمية اللي عندك دجاج او حسب افراد عائلتك انا راسين بصل اه خليت صغار كانوا يعني مو صغار صغار زينين وحطيت اه فطر علبة فطر جبناها من والمرت هنانا هي تي اقطعها ما قطعها ناعم اقطعها كل قطعة سويها اتنين الفطر هاي فطر وحطيت ثوم كم حبة ثوم ثلاث اربع حبات ثوم ثرمتها ناعم وبعدين عندي هنانا محضراني الشجر هذا احنا بالعراقي نسميه شجر شجر هيتين خضرة من هذي اثنين ووحدة صفرة اللي حبايبنا العرب مصر وباقي البلدان العربية السورية والفلسطيني سموها كوثم ثلاث حبات من الشجر او الكوثم اتقطعها هالشكل ما تضيفها هسه الى ان يحمر البصل مالتيج والمواد هذي الفطر شوية يبدي يحمر لونه ذهبي تبدين اضيفين هنانا الشجر وتقلبيهم في خمس دقائق وبعدين عندك هنانا الدجاج صدور الدجاج او دجاج افخاطش عندك انتي بدون يعني بدون عظم اذا عندك دجاج مثلا افخاطش يطلعين العظم انا عندي هنانا صدر هيتي اقطعب هذا الحجم هذا اخر شي اذبه قبل ما طفي النار بدقائق اضيفة هيتي اقلبه وبس ارش رشت فلفل اسوات وملح وهاي هي رشت فلفل اسوات وملح وهاي هي هنانا قلت لكم ضيفة اني بصل وثوم وفطر وهاي هي حبايب اتمنى انه الاكلة تجربوها وتحبوها العوائلكم والله يبارك الجميع وشكرا للمشاهدة